رفضاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وإصراراً منها على كسر الحصار المستمر على القطاع أعلنت وحدات الإرباك الليلي في قطاع غزة عن عودة فعالياتها على الحدود الشرقية للقطاع الليلة الماضية شهدت غضباً فلسطينياً عارماً من قبل المتظاهرين السلميين قابله قصف لمواقع تابعة للمقاومة بعد منتصف الليلة يسمعون ضجيجاً ولا يرون طحيناً فقرروا التحرك ستبدأ من هذه اللحظة وحدات الكوشوق وحدات الإرباك الليلي بالعمل في مخيم ملكة ولن يتوقف العمل حتى رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة بهذه الكلمات استأنفت وحدات الإرباك الليلي عملها للضغط على الاحتلال الذي يقدم وعودات عبر الوسطاء بتخفيف الحصار لكن دون جدوى فهنا تستعد وحدات الكوشوق لإشعال الشريط الفاصل باللم الكوشوق كل ليتن من أي مكان يكون باللم الكوشوق كل ليتن منفضين في نفس المكان فالموت ولا المزلة 24 ساعة إن شاء الله نضم صمدين على وحدة الكوشوق الاحتلال يرد بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من خلال طائرات مسيرة يحاول تشتيتها أفراد وحدة الليزر احدت الليزر في مخيمات العودة شرق غزة فنجهز الليزرات ونشوش على الطائرات التي ترمي علينا غاز وتشوش علينا في الغاز ونقدمنا إلى السياج السائل تواجد الإصعافات هنا بات اعتيادياً فحجم الإصابات يتطلب حركة نشطة للمصعفين على خط النار سرعة الاستجابة تفرق في إنقاذ حياة المصابين فوجودنا في خط متقدم يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة المصابين ونحن مثل أفراد شعبنا نساهم في العمل على الدعم لشعبنا ما يخبئه النهار يكشفه الليل علانية هكذا تبدو غزة فالإرباك الليلي يقابله قصف عنيف على مواقع للمقاومة يراه جيش الاحتلال تثبيتاً لقواعد الاشتباك البحث عن حياة هادئة يتطلب الكثير من الإرباك بنظر الغزيين فخمسة عشر سنة من الحصار والتضييق لن تمحى إلا بالوسائل الخشنة غاز العلول من على الحدود الشرقية لقطاع غزة رؤيا